السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو بي دي اف ده الزكاة صناعية في البي دي اف هيبقى عمل زي الفترة الجديدة. ده هتلاقي او في الاكروبات ريتر هتلاقي في كل برامج البي دي اف حتى المجانية. كل برامج لو هي ما بقتش تشغل بالزكاة الصناعية ناس هتلغيها وتبدأ تدور على حاجة من بتشغل بالزكاة الصناعية. طب ايه الزكاة الصناعية اللي احنا ممكن نقابله في ملف البي دي اف. ممكن تعمل على اي جزء وتقول له ترجمه لي. ممكن تقول له ولخصولي. ممكن تقول لي واشرح له الجملة ديت. ففي حاجة كثيرة جدا. ممكن تقول له اعملها لي على اشكال البيانية. ممكن تقول له انا عايز اي شكل من اشكال دي تحلل للداتا. اعملها لي خراية زهنية. اعملها لي صور. فسهل جدا تدله بس البروميت يبدأ ان هو يعمل لك الملف زي ما انت عايز. ممكن تقول له الجملة دي محتاج ان انا اضيف صورة فيبدأ ان هو يضيف لك صورة. ممكن تقول له نصق لي كلاب. ممكن تقول له الكلام ده انا عايزك تحطوله على هات نقاط. تمام? في نسخة من البرنامج ده مجاني تقدر ان انت تجربها. وفي نسخة بفلوس بثلاثين دولار. تقدر برضو ان انت تجربها ساعتها تكون هنا تقريبا كوشن ميت اسوائل. برنامج يستهل الواحد يجربه لانه في اشياء تمكنات ممتازة.